اشتركوا في القناة لدى الكويت يتقدمهم سفير المملكة الأردنية الهاشمية ساقر أبوشتال الرئيس الفخري للجالية وعداء السفارة بزيارة قبر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والصلاة عليه والدعاء له صباح اليوم وأكد السفير أن هذا أقل واجب يمكن تقديمه لفقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع مشيرا إلى أن أبناء الجالية الأردنية قدموا اليوم للصلاة والدعاء لقائد الإنسانية عرفانا بما قدمته الكويت من خدمات جليلة للأردن وأبناء الجالية على مدى السنوات الماضية وقال رئيس الجماعية العمومية للجالية الأردنية خالد الشرمان لقد حضرنا كجالية اليوم لقراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله تعالى تقديرا للمحبة والأخوة التي تجمع الشعبين الكويتي والأردني وأضافا نقول للشعب الكويتي إن المصاب واحد والفقيد واحد ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن تستمر العلاقات الأخوية راسخة بين بلدينا ترجمة نانسي قنقر